رسمياً ريدا سليم أهلاوي مبروك على جمهير نادي الأهلي تاني صفقات الميركاتو ريدا سليم من الجيش الملكي للأهلي من المغرب لمصر صفقة الحقيقة انتظرها جمهير النادي الأهلي لاعب الحقيقة من عيارة تييل أدى موسم أكتر من رائع الحقيقة مع الجيش الملكي كان واحد من أفضل مفاتيح لحبه واحد من النجوم اللي قدروا يرجعوا البطولة أو لقب بطولة الدولي المغربي بعد منافسة شديدة جداً وكانت ضربة الجزاء الأخيرة بتوقيع ريدا سليم هي اللي رجحت كافة الجيش الملكي في التتويج بالبطولة مشوار أكتر من رائع أرقام الحقيقة في الموسم ده سواء في مشاركة الجيش الملكي في البطولة الكونفيدرالية أو في بطولة الدوري المغربي أرقام أكتر من رائعة لريدا سليم نتمنى له التوفيق والنجاح في تجربته مع عملاق القارة الإفريقية مع نادي القرن الإفريقي النادي الأهلي ريدا سليم الحقيقة عندي كلام كتير عنه وهي مني كمان أسمع رأيي واحد من كبار نجوم النادي الأهلي واحد من أقبل كباتن الحقيقة اللي اشتغلوا في التدريب مع النادي الأهلي ومع غيره كابتن عادل طايمة هيكون موجود معنا النهاردة صفقة انتقال ريدا سليم صفقة انتقال إمام عشور من قبلها أعتقد أنها صفقات أرض جماهير النادي الأهلي إلى حد كبير بموسم الانتقالات الصيفية وأنا بقول لحضراتكم والبقية تأتي حقيقة يمكن كلام كتير على صفقة المهاجم هسمع رأيي كابتن عادل طايمة وخصوصا أنه كان فيه ترشحات كتير وكان فيه أسماء كتير جدا اتعرضت على مواقع التواصل وتعرضت من خلال قناوات اليوتيوب يمكن أغلبها كان مرتبط بفكرة التريند أو الدجة الإعلامية استغلالا يعني شغف أو الرغبة من جماهير النادي الأهلي في مطابعة صفقة المهاجم وده اندل فيدل على أنه جماهير النادي الأهلي في انتظار صفقة ثالثة بإذن الله تكون من العيار التقيل هنتكلم على تفاصيل كتير وهنتكلم على مطش المصري وأنا حابب أبدأ بالبطولة العربية لأنه سبحان الله يعني بعد أيام من حالة دجة كبيرة جدا في مباراة لو اخترت لها عنوان مش هتختلها أكتر من مباراة تحصيل حاصل الكلام على إيه؟ كلام على مطش الأهلي وبيرامدز ومش هرجع بحضراتكم للأحداث أنتوا عارفين إيه اللي حصل بعد المباراة وإزاي تطورت الأحداث وإزاي كان فيه قرارات من نادي الأهلي وإزاي كان فيه قرارات وعقوبات يعني كل الفيلم اللي حضراتكم تابعتوه لكن اللي لفت نظري الحقيقة أنه بعدها بأيام أو قول بعدها بساعات بعدها بساعات وأنا بتابع البطولة العربية من باب الفضول يعني من باب الفضول أن أنا أشوف مستوى الكرة العربية بشكل عام واصل فين ومستوى الأندية السعودية المشاركة في البطولة بعد المركات والعنيف اللي بتقوم بي مباراة أو مش من حلقة آخر الأسبوع اللي فات في السادسة كنت بأكلمكم على فكرة أو على خبر انتقال ساد يوماني من باير ميونيخ لنادي النصر ومباراة أكدت لحضراتكم أن الصفقة بالفعل تمت والنهاردة تم الإعلان أن ساد يوماني تجاوز اختبار الطبي أو الكشف الطبي وبالفعل بقلاعة في صفوف النصر ومن الوارد أن يشارك مع النصر في البطولة العربية ومباراة النصر اللي جاية مع نادي الزمالك اللي أنا في حلقة مباراة حتى قلت بتمنى له التوفيق وده طبيعي جدا أي نادي مصري بيلعب في بطولة بيمثل فيها مصر ولا يشارك فيها النادي الأهلي فهي يمثل كل المصريين ويمثل الكرة المصرية فمن الطبيعي أن أنا أتمنى لهم التوفيق حتى لو في حد يزعل مني أن أنا بقول الكلام ده لكن أنا تربيت على ده وده العرف والأصول بالنسبة لي أنه أي نادي مصري يبقى يلعب في بطولة خارجية لا يمثل نفسه يمثل الكرة المصرية يرفع على مصر قبل ما يرفع شعارنا دي وبالتالي مفترض أن يلقى الدعم والمساند لكن على همش البطولة العربية وبعيدا عن الكرة وخد بالك فيه فرق كبير جدا 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 وممكن أقول من هنا لبكرة الصبح جدا وحط تحتها مليون خط أحمر بين مباراة في الدوري المصري صحيح فيها فريق عنده جماهير كاسحة عنده جماهير بالملايين بتتفرج عليه وبيهمها تابع مبارياته اللي مش مهمة قبل المباريات المهمة هي جماهير نادي الأهلي وبين نادي بيرامد اللي تقريبا 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 بلغة الكرة يعني ما عندهش جمهور فيش جمهور بيقعد يتابع مطشات بيرامدز اللهم الجماهير التي لا تنتمي ولا تشجع بيرامدز ولكن تتمنى أنه الأهلي يتعطر دي اللي ممكن تكون جماهير اللي بتفرج أو اللي بتقازر أو اللي بتدعم فريق زي بيرامدز مثلا في مباراة في بطولة انتهت كلينيكيا من قبل ما تخلص بخمس ستة أسابيع أنا بكلانك بس على حجم المتابعة والاهتمام اللي يكون على مباراة من النوع ده عشان تعرف تقارن على مباراة في بطولة عربية بطولة مستحدثة بطولة لها جوائز كبيرة جدا بطولة بتتباحها تقريبا تقريبا معظم جماهير الكرة في الدول العربية سواء في الشمال الأفريقي أو في الخليج العربي شايف فرق الأهمية وشايف حجم المتابعة بين المباراتين عامل إزاي وخصوصا هنا نحن بنتكلم مش على بطولة محلية نحن نتكلم على بطولة إقليمية يعني بطولة بتتباحها كل جماهير الكرة في الوطن العربي على أقل الجماهير اللي ليها أندية بتشارك في البطولة دي فبالتالي حجم المتابعة كبير جدا ولما نشوف الأحداث اللي حصلت مبارح في مباراة بره سيبك أنا ما بتكلمش كرة خالص ما بتكلمش كرة خالص وتشوف الأحداث اللي حصلت في مباراة الشباب والزمالك واللي تتخطى في جسامتها ما حدث في مباراة الأهلي وبيراميدز وتجد أنه أغلب ردود الأفعال هي حالة الصمت الرهيب حالة الصمت الشديد يبقى لازم تحط مليون علامة السفهاء يبقى لازم تعرف أنه للأسف الشديد للأسف الشديد معظم الأعلام الرياضي سواء كان برامج مرئية على شهات التلفزيونات والقنوات والمحطات الفضائية أو حتى اللي بيتكلموا على سوشال ميديا عندهم مبدأ الكيل بميكلين يبقى تعرف أنه القصة هي قصة الأهلي مش قصة المبادئ ومش قصة القيم ومش قصة الموضوعية والمهنية والمنطق في طرح الأمور الشيء ده مؤلم بالذات للي بيشتغلوا في مجال الأعلام فما بالك للجمهور وإزاي بيستقبلوا جمهور النادي الأهل كان ممكن جدا 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 في بداية حلقة النهاردة أنزل لنفس المستوى ويسيبك من المعايير الأخلاقية ويسيبك من المسؤولية الوطنية لأنه من السهل جدا جدا أن أنا أستغل وقعة زي كده وأعمل فتنة وشعلل وكبر في الموضوع وأقول وأتكلم على صورة مصر وأقول وأتكلم على العلاقات المصرية العربية أو علاقات مصر بالدول العربية وإزاي أنه لعبة كرة يعني مصريين برة هما صفراء بيمثلوا بلادهم ولكن وأعمل مقدمة طويلة عريضة مدتها نصف ساعة بتكلم في الأحداث لكن أنا حبيت بس أوضح لحد ذلك الفرق وإن إحنا مش ممكن أبدا ننزل للمستوى ده طيب عندنا النهاردة طبعا مباراة المصري النهاردة طبعا الأهل يراحة ميستر كولر قرر أن هو بعد تمرين تنبارح النهاردة يكون راحة للفريق بكرا إن شاء الله يكون الاستعداد الأساسي والرئيسي والأخير قبل مواجهة المصري في موقع الدور الثمانية في كاس مصري يوم الخميس اللي جاي بعد 48 ساعة من النهاردة يبدأ اللقاء إن شاء الله هنتكلم فيه وفي كل تفاصيله وعنا مجموعة من الأخبار اللي بتعكس حالة تدارب عنيفة جدا فيه داخل اتحاد الكرة وخصوصا فيه ما تعلق بالنصف الجديدة من دوري الدرجة التانية للمحترفين هنتكلم فيها وهندخل في التفاصيل ونتابع أخبارنا النهاردة في السادسة لكن بعد الفاصل زي ما قلت لحضراتكم بكرا إن شاء الله الأهلي هختتم استعداداته لمباراة المصري في كاس مصر في دور الثمانية والنهاردة قرر مرسل كولر إنه يدي راحة للفريق من التدريبات وبكرا إن شاء الله يعود الفريق مرة تانية لوضع اللمسات الأخيرة واستعداد لمباراة المصري اللي هتتلعب إن شاء الله على ملعب برج العرب في دور الثمانية في بطولة كاس مصر اتمنى التوفيق طبعا وزي ما قلت ببارح وكلمت يمكن سريعا على مطش المصري مباراة طبعا واحدة من دربيات الكرة المصرية والضائفة عند الفريقتين خصوصا إنها في مباراة الكاس ممكن تكون متكفقة مع تولي الكابتن علي ماهر القيادة الفنية لنادي المصري البورسعيدي اللي هغيب عنه عدد من اللاعبين واحد من دايلامة الكرة المصرية فكرة إنه الموسم مازال مستمر في الوقت اللي عقود اللاعبين مع الأندية بتنتهي قبل ما الموسم نفسه ينتهي لكن نروح لريدا سليم صفقة كان فيه كلام كتير جدا عليها في الفترة الأخيرة صفقة انتظر أو انتظرت جماهي النادي الأهلي إنه يتم إنها بشكل رسمي وقد كان مبارح النادي الأهلي أعلن بشكل رسمي طبعا عن التعاقد مع اللاعب المغربي ريدا سليم اللي كان واحد من نشيئي نادي رجاء المغربي واحد طبعا أكبر عندها الأفريقية وانتقل للنادي الجيش الملكي عشان يقدم واحدة من أفضل النسخ فيه الموسم الأخير وينجح مع كتيبة الجيش الملكي في عودة لقب بطولة الدوري بعد غياب تقريبا 15 سنة الملفت وأكيد طبعا شوفته حاجات أو تفرجته على بروفايل ريدا سليم كلاعب في الجيش الملكي لكان الحقيقة عايز أقف مع اختيرات مرسال كولر اللي لازم الحقيقة طبعا هو حدد احتياجاته وكان الموسم ده فترة كافية أنه يشوف وماشت النادي الأهلي وينجح بشكل كبير جدا في تقديم نسخ جديدة لعدد من اللاعبين ما كانش فيه شك على إمكانياتهم يمكن كان فيه تراجع لمستوياتهم يمكن يكون فيه سوء توظيف لإمكانياتهم فترة قبل كده ما خلتهمش يظهروا بالشكل اللي ظهروا به مع الاهلي الموسم ده أو مع مرسال كولر تحديدا لكن لما تيجي تشوف اختيارات مرسال كولر أو تحاول تشوف وتربط ما بين احتياجاته والشكل اللي هو عايز يوصل به مع النادي الأهلي في الموسم الجديد وخصوصا أنه موسم صعب جدا والأسلوب اللي طبقوا الفريق مع مرسال كولر تقريبا فيه الغالبية العظمية من مبارياته في الموسم الأخير وتشوف أول صفقتين تشوف إمام عشور وتشوف ردة سليم تحاول تشوف إيه اللي بيحاول يوصل له مرسال كولر فيه حاجات ممكن تكون عناصر مشتركة كبيرة جدا بين إمام وبين ردة على الرغم من اختلاف المراكز واختلاف الأدوار لكن واحد واضح بشكل كبير جدا أن الراجل بيشتغل على نقاط أساسية يجب توفرها في أي لعب يلبس تشير تنادي الأهلي واحد أنه يكون لعيب كرة واحد أنه يكون عنده كرة كويسة سواء كنا بنتكلم على إمام أو ردة الاتنين كرتهم حلوة وكرة من نوع اللي بتمتع الجمهور اتنين القدرات البدنية العالية اللاعب اللي يقدر يديك مش بس تسعين دقيقة بنفس المستوى لكن كمان يقدر يحافظ على مستوى أو على سبات مستوى عشان يكون الكلام دقيق على سبات مستوى لأطول فترة ممكنة على مدار الموسم والاتنين كمان بيشتركوا في نفس الجزاء دي نمرة تلاتة هي فكرة اللاعب الجكر اللاعب اللي تقدر توظفه في أكتر من مركز يعني لو بصيت لبروفايل إمام وتوظيفه جوه الملعب إمام لعب تقدر تلعبه في الثلاث خطوط وانت مغمض عليك نفس القصة بالنسبة لردة سليم ولكن في الجزء الخاص بنص الملعب اللي قدام نص الملعب الهجومي تقدر توظفه طرف يمين تقدر توظفه طرف شمال تقدر توظفه شادو سترايكر وممكن حتى تلعبه في خط النص كلاعب صنع لعاب أو لعب بيقدر يزيد مع المهاجمين وبالتالي في جميع المراكز دي هتجده بيدي بكفاءة عالية جدا الجزاء الثالثة هي متوسط الأعمار الأهلي ما بيدورش على لعبة كبيرة في السن الأهلي حاطط في عينيه أو أعتقد يعني إن قدارة النادي الأهلي بتفكر بشكل كبير قوي مش بس على الموسم اللي جاي لكن عينيها رايح أكتر على المواسم اللي جاي وخصوصا مع تطور مع تطور المسابقات اللي احنا شايفينه النهاردة تبتكلم محليا عندك بطولة السوبر بقت اسمها بطولة السوبر للأبطال مثلا يعني بقت أربع فرق عندك بطولة كاس العالم من عشرين إلى خمسة وعشرين هتبقى اتنين وتلاتين فريق عندك بطولة اسمها السوبر ليج أو الدولي الأفريقي تم استحداثها مع أفضل تمن فرق نسختها الأولى هتكون مع أفضل تمن فرق في أفريقيا احتمال جدا النسخة اللي بعدها يزيد عدد الفرق وبالتالي تبتكلم على مستوى من المنافسة عالي جدا تتكلم على كم بطولات بيزيد سنة بعد سنة بيتكلم على عدد مباريات في السيزن واحد تقريبا بالنسبة النادي زي النادي الأهلي يعني بيشارك في كاس عالم بيشارك في شامبيونز ليج بيشارك في سوبر ليج بيشارك في بطولة سوبر بيشارك في دوري محلي في 34 مباراة بيشارك في بطولة كاس مصر تتكلم على عدد كبير كده مباراة محتاج فرقتين محتاج فرقتين وفكرة أنك أنت تبني فريق أو تبني معدل تنزل بمعدل عمار عشان يكون عندك فريق يقدر يديك ويحافظ على معدل تحيي الألقاب اللي بيحققها النادي الأهلي لسنين واسنين جاية فدي برضو أعتقد واحدة من أهم العامل الأساسية لكن السؤال اللي ممكن وإنتم مستنين تسمعوا عن خبر إن شاء الله قريب جدا إن شاء الله المهاجم الجديد أنت النهاردة بتتكلم طبعا الأهلي مع الشمال الأفريقي واضح أنه الكافة بقت بيتميل في مصر وفي الأهلي تحديدا للشمال الأفريقي أنت النهاردة عندك أربع لعبين محترفين من شمال أفريقيا واحد تحت السن وتلاتة فوق السن عندك من تونس علي معلول ومع محمد داوي كريستو عندك أحمد قندوسي من الجزائر وعندك ريدا سليم من المغرب العرب كنت أفضل ليبيا ونقفل الشمال الأفريقي وعندنا كمان من جنوب أفريقيا بيرسيتاو وعندنا كمان آليو ديانج والخمسة الحقيقة على أعلى مستوى يعني متقدرش خمسة الكبار يعني لفوق السن علي معلول ما فيش شك ديانج ما فيش شكين قندوسي واحد يمكن مداش طبعا الموسم دا لكن ما فيش خلاف على إمكانياته وقدراته ريدا سليم واحد من أهم اللعيبة الأفريقية على المستوى القارب وعلى المستوى المغرب السيزن الحالي وبرسيتاو قدم السنة اللي فاتت واحد من أفضل مواسم ليه مع النادي الأهلي وكان واحد من أفضل اللعبين المؤثرين ومفاتيح اللعبة على المستوى الأفريقي خمسة مين يخرج منهم عشان تتكلم في صفقة مهاجم جديد ده سؤال هنترحه كمان على كابتن عدل طايمة وخصوصا أنه فيه عروض كتيرة جدا حقيقة لعدد كبير من لعيبة النادي الأهلي طيب مبارح كنت تكلمتكم في فكرة الجامعة العمومية الغير عادية اللي دع عليها عدد من أندية دوري الدرجة التانية عشان يلقوا قرار اتحاد الكرة الخاص بتطبيق النسخة الجديدة من دوري المحترفين بدأتا من الموسم الموج الدوري اللي احنا اشتغلنا عليه بقالنا وقرار ده اعتقد نصادر يمكن من قبل الموسم ما يبدأ بنكلم في فكرة أنه يبقى بدل ما يتقسم أو بدل من نظام المعمول به اللي بتقسم فيه الأندية اللي بتشارك في دوري درجة التانية لتلات مجموعات حسب البعد الجغرافي صعيد واجه بحري قناة أنه يبقى دوري من مجموعة واحدة فيه 18 نادي واتكلمنا وقلنا وحددنا من بداية الموسم إزاي هيتم الوصول بالعدد لـ 18 الهبطين من دوري الممتاز مع المتصدرين لأول أربع مراكز اعتقد من الثلاث مجموعات ثم دورة تصفية بين أصحاب المركز الخامس والسادس حاجة كده يعني عشان توصل في النهاية لكولكشن أو كوكتيل من 18 نادي يبدأوا دوري درجة تانية لمحترفين في شكله الجديد وأعلننا أو أعلى اتحد الكرة على فكرة الدعم وفكرة الرعاية في جمعية عمومية غير عادية حصلت في اتحد الكرة بداية طبعا لم يكتمل نصاب القانوني في الجلسة الأولى كان مفترض أن يحضر 50% من أعضاء الجمعية العمومية وده اللي ما حصلش وبدأت الجلسة التانية في الساعة واحدة الظهر وحضرها 37 نادي من أصل 124 نادي ليوم حق التصويت عشان يكتمل في الجلسة التانية النصاب القانوني بيبقى 25% وتم التصويت بالفعل من قبل 36 نادي بعد اعتذار نادي دي كيرنس عن عدم التصويت وكلهم 36 نادي أو 36 صوت قرروا أو صوتوا على إلغاء دوري المحترفين في الشكل الجديد اللي طرحوا اتحاد الكرة قرار الجمعية العمومية اللي صدر مبارح هو عكس قرار اتحاد الكرة بتطبيق النظام الجديد وده اللي أعتقد هيسبب مشكلة وهنخش في حالة نزاع وجدل قانوني مش عارفين ممكن يوصلنا ليه؟ لكن هو السؤال ليه من الأول يعني ليه من ساعة ما تم الإعلان عن النظام الجديد وليه رغم أنه في حدود معلوماتي يعني أنه اتحاد الكرة قبل ما يقرر تطبيق النظام الجديد تم التواصل رسميا مع الأندية وأعتقد أكتر من 50% من الأندية اللي بتلعب في دورة الدرجة الثانية أو في أندية الجمعية العمومية أقرت بقابلها للنظام الجديد السؤال ليه بعد ما الموسم خلص وبعد ما النتائج أعلنت وبعد تأهل من تأهل المشاركة في النسخة الجديدة يتم الإعلان عن رفض ده ويتم الدعوة لعقد الجمعية العمومية واللي أنا شرحته في حدود المنطق البسيط وقلت أنه أي نادي في الدنيا بيلعب في الدرجة الرابعة حلمه في يوم الأيام أنه بيوصل للمشاركة في الدورة الممتاز طب طبيعي إذا كانت فيه أسباب بتمنع في الأندية دي من المشاركة في دورة المحترفين دورة الدرجة الثانية بشكله الجديد اللي هو شبه بطولة دورة الدرجة الأولى أو دورة الممتاز المصري طب الناس دي بتلعب كرة ليه الناس دي حدفها وطموحها إيه القصة فيها تفاصيل كتيرة جدا وأعتقد أنه يمكن كابتن عادل طايمة النهاردة كمان يكون عنده رأي مهم جدا في كيفية الخروج من الديلامة أو من الأزمة دي الموضوع معلق مبهم لكن السؤال إيه هي أو الأليات أو الكيفية اللي هيتم بيها تسويق بطولة دي في ظل حالة التخبط والضبابية وإحنا على وشك أو على بعد أيام من بداية الموسم اللي جاي ناخد جولة مع حضراتكم في المركات وإلا مازال أو أعتقد أنه الأيام الأخيرة فيه هتحمل صفقات مدوية في كلام كتير جدا طبعا عن باير ميونيخ اللي بالفعل استغنى عن خدمات ليفاندوفسكي لصالح البارسة وكان يأمل في أنه ساد يوماني يكون تعويض للبولندي الدولي ليفاندوفسكي لكن ده ما حصلش واحدة يمكن من أسوأ مواسم ساد يوماني وانتقاله لنادي النصر السعودي بيضع نهاية أو حد لتجربة ما نهي في البايرن لكن البايرن ما زال يبحث عن رأس حربة والهدف الأول والأخير لباير ميونيخ منذ بداية موسم الانتقالات هو هاري كان نجم الكرة الإنجليزية ونجم التوتنهام حقيقة يمكن أكتر من عرض تقدم بي أو تقدمت بي إدارة باير ميونيخ لصالح السبيرز عشان يحصلوا على خدمات النجم الإنجليزي وأول عرض كان حوالي 60 مليون جنيه استرليني وده العرض اللي قبل بالرفض رفعوا باير ميونيخ ل70 مليون استرليني ولكن نادي توتنهام أصر على حصول على مبلغ 100 مليون استرليني وفقا لصحيفة السن البريطانية باير ميونيخ مستعد لتقديم عرض أخير وجديد لإدارة توتنهام بقيمة 85 مليون جنيه استرليني عشان يفوز بخدمات اللعب وده رقم فلكي مش بس بالنسبة لنادي زي نادي بار ميونيخ لكن كمان رقم فلكي بالنسبة للدوري الألماني على ناحية تانية والصراع بين PSG وبين ريال مدريد الممتد من ثلاث مواسم يمكن بسبب صفقة كيليان إمبابي التليجراف بتؤكد أنه باريس سانجرماء هيقدم شكوى للفيفا في ريال مدريد بسبب كيليان إمبابي التليجراف قالت أنه نادي باريس سانجرماء بيدرس حالياً تقديم شكوى في الفيفا في نادي ريال مدريد وخصوصاً أنه نادي الفرنسي على يقين تام بأنه ريال مدريد أنهى مفاوضاته لضم اللعب وهو على زمة نادي الفرنسي وأكد نفس التقرير أنه نادي الهلال السعودي قد قام بالفعل المعلومة التي كنت تكلمت حضراتكم فيها بالاتفاق على تقديم عرض رسمي لشراء كيليان إمبابي من PSG في مقابل مبلغ 300 مليون يورو وأنه نادي الفرنسي نادي العاصمة وفع على عرض لكن اللاعب هو اللي رفض تماماً فكرة الانتقال وكان مصمم على انتقال طبعاً وتحقيق حلمه باللعب لصالح الريال تقرير أشار أيضاً أنه أكتر من نادي مش بس الهلال كان مهتم بإمبابي لكن جمعهم انسحبوا من الصفقة وفي عروض تلقاها الـ PSG بالفعل من أندية زي أندية شلسي زي نادي برشلونة وزي نادي ليفربول الأسبانية بتكشف عن احتياجات شابي للموسم الجديد خدوا بالكم عشاء البرسة النهاردة فيه كلام كتير جداً على انتقال عثمان دامبلي نجم فرنسا طبعاً ونجم البرسة في الفترة الأخيرة لباريس سان جيرمعا فيه شرط جزائي فيه شرط جزائي في عقد عثمان دامبلي يتمكن أي نادي من انتدابه مع دفع 50 مليون يورو فقط لغير لصالح إدارة البرسة بداية من شهر أغسطس البند ده أو الشرط الجزائي ده ترتفع قيمته لحوالي 100 مليون يورو وبالتالي فيه مفاوضات فيه مفاوضات طبعاً بي أجي ممكن يدفع 50 مليون يورو لدامبلي ويخلص القصة وعثمان دامبلي قبل ربطة الليجة الأسبانية ربطة الدوري الأسباني انه خلاص مش هيكمل مع البرسة السؤال هنا هو ليه بي أجي بيتفاوض بداية عنده القدرة المالية انه يدفع 50 مليون يورو وبالتأكيد يهمه انه يخلص الصفقة دي بسرعة لانه كل مطال أمدها ومدتها ده معناه انه ممكن يوصل للفترة اللي يرتفع فيها الشرط الجزائي لضم اللعب لـ 100 مليون يورو وهو بالتأكيد في غنى عن دفع 50 مليون يورو إضافية لكن فكرة المفاوضات هنا هي محاولة الحصول على أفضل عرض يمكن من خلاله دفع المبلغ على دفعات يعني بدل مدفع 50 مليون يورو مرة واحدة لبرشلونة لا أروح لإدارة البرسة وأقول له لا أنا هشتري منك بـ 60 مليون بـ 65 ممكن بـ 70 طبعا الفلوس ما فيهاش مشكلة بالنسبة لإدارة الـ PSG حلمهم بتحقيقة شامبيونز ليج ما زال قائم رهانهم على لويس إنريكي واحد من أفضل مدربين حقيقة في العشرة السنوات الأخيرة كبير جدا فأروح أتفق مع إدارة برشلونة أنه بدل ما ديك 50 مليون كاش الموسم اللي بعده عشرين مثلا مثلا يعني الموسم اللي بعده عشرين والموسم اللي بعده عشرين لو وفقت دارة البرسة على تقديم تسهيلات ممكن العرض المالي من PSG يرتفع ونفس الصحيفة أكدت أنه جواب فليكس لعب أتلاكو مادريد تم عرضه على شابي عشان ينضم للبرسة لكن شابي رفض الفكرة فكرة أنه البرسة يتعاقد مع لعب وقال أنه ده ما بيتناسبش مع فكره أو مع الخطط الفنية اللي بيحطها تشابي لفريق البرسة برناردو سيلفا نجم الستي نجم البرتغال ونجم منشست الستي واحد من أهم الأسماء اللي بتيجي على رأس اهتمامات تشابي موديل فني لبرشلونة ويمكن اللي بيمنع ده هي شوية فكرة العلاقات المتوترة بينه وبين جورجولا في الفترة الأخيرة اللي ممكن تمنع انتقال وخصوصا طبعا احنا عارفين أن جوندو جان بالفعل انتقل من المان سيتي لبرشلونة لكن برناردو سيلفا واحد من أهم أوراق اللي بتنفذ فكر الباب في الستي وبالتالي صعب قوي انه يستغنى على اتنين من أهم اللعيبة وخصوصا كمان مع خروج رياض محرز خد بالك انت في الستي ما عندكش غير محرز وبرناردو سيلفا اللي ممكن يلعبوا في الحتة دي برجلهم الشمال ما فيش لعيبة تانية فإذا كان محرز خرج صعب قوي اننا استغنى عن اللعيب الوحيد اللي معنا الموندو دي بورتيفو ديمبلي هيحصل على 20 مليون يورو سنويا مع باريس سان جرمان وعلى فكرة فيه كتير قوي من النقاط والمحللين بيروء انه عثمان ديمبلي يتفوق من حيث الامكانيات على كيليني مبابي كل مدينة سمعتها كتير قوي في الدولة الفرنسية وفيه ناس كتير جدا شايفة ان عثمان ديمبلي لبي اش جي من الممكن انه يكون افضل تعويض ومن الممكن انه يسمح في الوقت ده برحيل كيليني مبابي لريال او لغير الريال بدون ان تتأثر قدرات البي اش جي الهجومية الموندو دي بورتيفو اكدت ان عثمان ديمبلي لعب باريس لونة اتفق بالفعل مع بي اش جي على الانضمام للنادي الفرنسي لمدة 5 سنوات مقابل 20 مليون يورو سنويا وده رقم ضخم جدا مقارنة باللي كان بيحصل عليه في بارش لونة وبالتالي اتساوين وين سيتيشن زي ما بيقولوا او يعني ديل او صفقة هتصب في مصلحة كل الاطراف سبورت ميديا بتقول مليار دولار مقابل تمديد الشراكة بين منشستر يونيتد وشركة اديدس الحقيقة يمكن مددت شراكتها مع المان يونيتد في مقابل مستعدة تسمع رقم مليار و مية وستين مليون دولار لمدة تسع سنوات اضافية يعني تقريبا تكلم على رقم بيكسر حاجز المليار في السنة الوحدة واكدت سبورت ميديا ان الشراكة بترتكز على مشاركة منشستر يونيتد في دولي الابطال وفي حال غيابه لمدة موسمين متتاليين يتم خصم تلاتين في المية من قيمة التعقد العقل السابق بين الشركة الالمانية واللي بدأ 2015 كان بقيمة 694 مليون دولار فقط لغير طبعا 994 مش 694 994 فقط لغير وتم تجديد الشراكة بين اديدس وبين المان يونيتد لمدة تسع سنوات اضافية طيب نروح للدوري السعودي الحقيقة يمكن انا الحقيقة كمان على هامش البطولة عربية ويمكن بس بعد ما تخلص البطولة ويتم اعلان الفريق الفائز ويكون عندنا قدرة اكبر على متابعة الصفقات وتأثيرها على قدرات الاندية السعودية ما فيش شك انت بتتكلم على لعيبة على اعلى مستوى يعني اذا كنت بتقول انه كريستيانو رونالدو انه كريم بنزيمة خلاص بيخلصوا فلا في لعيبة تانية الحقيقة في اوج تقلقها كوليبالي من شلسي للهلال وهو مستهدف اوروبيا ساديو ماني واحد من انجح اللاعبين الافرقى في الدولات الاوروبية وتحديدا مع ليفر بول في النصر السعودي نوجولو كانتي فيرمينيو اللي كان معروض عليه برشلونة عدد كبير جدا من الاسماء الحقيقة والتدائمات اللي قامت بيها الاندية السعودية والحقيقة اللي تصدر بيها ده واحد من اهم طبعا تقدر تقول المرضود المعنوي على اقل تقدير بمشاركة اللاعبين دول في اندية السعودية انه ان الدولي السعودي تصدر الحقيقة القائمة الاعلى تسويقيا في الوطن العربي ويمكن القائمة اللي هتشوفوها عم حضراتكم بتقول بالترتيب كده انه الدولي السعودي بقى في المرتبة الاولى وبفارق ضخم وكبير جدا جدا عن باقي الدوريات العربية اللي بتصدر القائمة بيجي بعدين بتكلم على 715 مليون يورو قيمة تسويقية اللاعبين في الاندية السعودية ومازالت الصفقات تتوالى انا كلمت لكم برح على جريزمان اللي ممكن يكون فيه احتمالية كبيرة جدا انه ينتقل ايضا للدوري السعودي نتكلم على الامارات في المركز التاني 284 مليون يورو بنتكلم على قطر في المركز التالت 199 مليون يورو ومصر في المركز الرابع 154 مليون يورو ثم المغرب في المركز الخامس بقيمة 119 مليون يورو طيب دي كانت اخبارنا خليني برضو قبل مقتم الاخبار اخدكم كده لمجموعة من الارقام اكتر الاندية الانجليزية اللي تكبدت خسائر تشغيلية والارقام دي او الاحصائية دي على مدار السنوات العشرة الاخيرة في الوقت اللي احنا نشوف طبعا ارتفاع نفقات في الدوري السعودي وقدرته على انه خدوا بالكم ده كمان هيرفع هيعمل مشاكل كتير جدا الاندية الاوروبية وخصوصا في الدولات الخامسة الكبرى نهاردة في نجوم كتير جدا الارقام المالية الضخمة بتعرضها الاندية السعودية بقيت يعني بلغتنا كده بتزاغل العيون كتير من نجوم الكرة في اوروبا والاندية الاوروبية عليها انها تبزل مجهود في اقناع نجومها بالبقاء في المنافسات الاوروبية يمكن ما زالت الاندية الاوروبية وتحديدا الانجليزية منها بتتكبد خسائر مالية ضخمة وده طبعا اللي كان واضح في واحد من التقارير الخاص بحجم الخسائر التشغيلية الاندية الانجليزية في السنوات العشرة الاخيرة استعراض طبعا زي ما حضرتكم كده للارقام في مقدمة الفرق اللي قدرت تحقق مكاسب مالية المان يونيتد بـ 221 مليون جنيه استرليني وفي مؤخرة الجدول والترتيب تشلسي بخسائر بلغت في عشر سنوات حوالي 944 مليون جنيه استرليني هل ده معناه انه البطولة بتخسر بالتأكيد لا هل ده معناه انه الدولة بتخسر انا بأكد لحضرتكم انه مكاسب انجلترا من بطولة الدولة الانجليزية فقط لغير تتجاوز سبعة في حدود ستة او سبعة مليار جنيه استرليني السنوية ضرائب بتدفع عن طريق الاندية عن طريق اللعابين عن طريق وكلاء عن طريق البس التلفزيوني عن طريق الحقوق النقل يعني البس التلفزيوني عن طريق الرعاة والدعاية والإعلان وبالتالي حتى ان كان وهنا بنتكلم على خسارة المستثمرين يعني خسارة التجربة الاستثمرائية او الشركة الاستثمرائية او الشخص الاعتبالي اذا كان الخصة كلها بيقودها شخص معين للمبالغ اللي حضراتكم شفتوها نسيب أخبارنا ونختتمها ونرجع نتكلم في التفاصيل مع واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار طبعا كابتن عادل طايمة عيش عرفنا في السادسة لكن بعد الفصل نحن بس بنتكلم طبعا على موسم انتقالات لكن نتكلم كمان على موسم تسريبات هنركز أكتر حقيقة على موسم الانتقالات ونخلي التسريبات دي لوقت تاني لأنه لسه مازال في الحديث بقية لكن خلينا تكلم الأول حقيقة وبعد ما رحب بضيفي النجم الكبير كابتن كبير عادل طايمة اللي بيشرفني النهاردة في السادسة مسأخيري كابتن عادل نور الدنيا وبالك كتير مع نورتناش وشرفتنا لكن فرصة الحقيقة نحن نقايم موسم بالكامل مع حضرتك موسم لسه كنت بتكلم معك الحقيقة على كل مستويات أداء نتيجة شخصية بطولات وألقاب كان أكتر من رائع للنادي الأهلي بس أنا حابب أبدأ معك من الحاجات اللي الجمهور حابب يتكلم فيها الأول وهي صفقات النادي الأهلي الجديدة وأخيرها طبعا شكرا 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 شكرا